هذا وقد وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة وكان في مقدمة مستقبل جلالته في مطار شرم الشيخ اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء وكبار المسؤولين وسيقوم جلالة الملك المفدى خلال هذه الزيارة بجولة استطلاعية سياحية للاطلاع على المعالم السياحية والجهود التي تبذلها حكومة جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير وتنمية مدينة شرم الشيخ والقطاع السياحي بشكل عام